اشتركوا في القناة وعشان كده الناس لسا لما تقول مين مليحة اللي موجودة دي في جزيرة غمام بتلفتي الأنظار في حاجات كتير كنت لسا بتفرج على مسلسل العودة من المسلسلات كمان الجميلة اللي فيها مجموعة من الأبطال اللي موجودين شريف سلامة طرعماد وأسماء كتير دورك المرأة الصعادية المرأة الصعادية أصلاها مزهلة يعني بالذات المرأة الصعادية الجديدة المتطورة اللي بتحبي على ولادها بس عارفة العادات والتقاليد والأصول وانتي عاملت دور أنا أصدقك جدا أنك صعادية بقى من سهاج من المينيا من جينة يعني عاملت دور صح جدا العودة أنا عاملة فيه الدور ده وأنا مبسوطة جدا جدا وانا بعمله ده دور أنا كان نفسي عامله من زمان وعملته الحمد لله مع الأستاذ أحمد حسن وهو مخرج من المخرجين اللي أنا بحبهم بحترمهم جدا جدا برضو ده مخرج بيحب الممثل فيه مخرجين ما بتحبش الممثل فيه مخرج بيحط الممثل كأنه قطعة من أدواته بس لكن مش بيهتم بيه كممثل لكن الأستاذ أحمد حسن الحقيقة بيحب الممثل جدا الشخصية دي أنا عملتها وأنا فرحانة بيها جدا جدا واشتغلت عليها ذكرتها كويس جدا وعملت نفس الشخصية دي في مصرح قبل كده عملتها وكنت ليه حبها ليه الشخصية دي كنت حبها عشان شخصية قوية فيها كل المواصفات بتاعة المرأة مش بس الصعادية يعني فيها ملامح من سيدتنا من الست المصرية عموما يعني اللي بتخاف على أولادها اللي بتحافظ على التقاليد القوية الحاكمة اللي الكلمة بتقولها الكل بيعمل لها ألف حساب فشخصية عجباني جدا جدا عندها ابن عمدة لكن هي اللي مدورها للحكاية يعني صح فالشخصية حلوة وأنا حباها جدا جدا وشفت رد الفعل الناس مبسوطة منها قوي لأ ولما بتجيب البنات وتقعديهم قدامك ما حدش عارف غلطك يعني مختلفة سوية برضو إيه لا صوتك عالي لا فيه ترياءة ولا تهكم يعني عارفة تعملي شخصية بشكل مختلف حقيقي حقيقي دي الأم هي دي الأم أيوة صحيح هي دي الأم اللي احنا بنشوفها في بيوتنا أيوة فهو ده الشكل الحلو يعني ما أنا متأثرة بالأم دي أنا متأثرة بالأم بتاعتنا دي لقاء حموات جامد يعني وحننسلمان كمان جميلة حبيبتي أمورة طالس جدا جدا أمر يعني وهنا دورك يعني الدور هنا مختلف أنت هنا رايحة دفع عن ابنك تماما يعني ورايحة قوية وجمدة ومصرة أن الجوازة دي مش هتنفع لكن في البداية هي بدأ وهي صحبة ابنها قوي وحبيبته وبتقعد معايا على نت وبتاعه متصاحبين جدا جابل لذا انت ساعت ما حاست أنه داخل على قلق على قلق أو مشكلة فالأم لازم توقف